اشتركوا في القناة سابق رشيد بن يلس من حيث المبدأ بطبيعة الحال هو ان الانسان راه يسعى الى التغيير خاصة اذا كان التغيير يعني يجوا به ناس اللي مشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة وبالاخلاق وبالتجربة هذا البيان يعني طالعته قريته مرتين البيان يعني بالنسبة لي ما جاش بحاجة جديدة هذا الناس معروفين بالمواقف السياسية انتاعهم ومن ناس عندهم مواقف مشرفة وناس عندهم تجربة سواء انتعلق الامر بأحمد طالب ولا برشيد بن يلس ولا بيحيا عبد النور عندهم تجربة لا يشك فيها غير الانسان الاعمال بصرة بالاضافة الى انه عندهم مواقف ثابتة وناس من خرطوش في الفساد وناس من خرطوش ايضا مع هذا النظام سيما في هذه الحقبة الاخيرة يعني اللي جا فيها بوتفلقة يعني ما مشوش معه بدليل هو انه احمد طالب الابراهيمي كان مرشح للانتخابة الرئاسية سنة 1999 وانا كنت واحد من الناس اللي سندوه بالاضافة الى انه عنده علاقة بهذا رشيد بن يلس وعليه يا عبد النور وعنده متواصل يعني مرة على مرة يديروا هكذا مواقف مشتركة يديروا بيانات مشتركة بطبيعة الحال الشي اللي جا في البيان من تحذير امر يعني مفرغ منه من المسلمات الشي اللي قالوه في البداية انتع ذاك البيان يعني اشي كله انا شخصيا ما كان حتى حارج يعني بالعكس يعني اشي هو روي شخص ولا روي عين واقع ما كان حتى حاجة يعني اللي نختلفه فيها فقط هو انه شفت انه واحد العبارة هكذا تقريبا في نهاية هذا البيان وانه يطالبوا الناس بالالتفاف وراء الاحزاب ما سموش الاحزاب هذي وشكون هي احزاب تاع المعارضة وهذا يبقى فيه كما نقولو لبس شكون هي هذي احزاب تاع المعارضة يعني يقول مثلا لو كان مثلا سماو قال مثلا حزب تاع الافافاس مثلا او قال مع البلجانا وش من حزب هذو وش من احزاب هذو وذوك اللي تلتف الناس وراءهم من تاع المعارضة اللي هما ساهموا في هذا الوضع اللي هما منهم اللي رأوا كان عبارة عن لجنة مساندة البوتفليقة شكون هي هذي الاحزاب اني مشي مع بمفليس اللي كانوا رئيس حكومة من تاع بوتفليقة وكانوا رئيس دوان تاعو وش من احزاب هذي تبقى علامة استفهام وتبقى يعني مسألة أنا شخصيا ما ما قنعتنيش هذيك العبارات هذيك اللي جات في هذا البيان الرسالة اللي كانت موجها للجيش شخصيا ما عنديش حتى حرج فيها لأنه هما يشوفوا يعني وجهه له رسالة على جل باش ما زيتش يعاود يتورط في تمديد انتاع الحكم اذا كان يعني فيه ناس رعا محبين التغيير وقال مثلا تحركت الناس يعني من اجل التغيير والله يا سيدي على الاقل اذا كان مقدرتوش تنحازو للشعب على الاقل ما توقفوش مع هذي الناس وهذه المسألة يعني رسالة يعني للقيادة انتاع الجيش على جل باش ما تتورطش هكذا في تمديد انتاع الحكم بقاتلي فقط هذي العبارة اللي اشرت لها يعني باقي انتاع هذه المسألة انتاع العمل المشترك هو لابد من جبهة شعبية وكذا ما عنديش حتى حرجنا شخصيا يعني في هذه المسألة ربما فيه بالاخوة كذا اللي يحبوا يعني يسمعوا الوجه انتاع النظر تعي يعني ايضا ربما كون هو انه كنت مع احمد طلب الابراهيمي في وقت سابق ربما منهم اللي راه يشوف قولك باللي انا راني على تواصل معاه والله حتى باش نقطع كما نقول الشك او التأويلات هذيك احمد طلب الابراهيمي عندي كان عندي تواصل معاه ولكن منذ 2014 يعني لما استرت الكتابة كنت اتصلت بها هكذا قلت انا بلك لا ربما يقدري يسافر والله قال لي باللي راني مرعيض وراني ما نقدرش نسافر الشي اللي راني شوف هو انه احمد طلب الابراهيمي يعني راه وثني تقدم به السن مثله مثل رشيد بن يلس مثل علي هي عبد النور وما اعتقد هو انه رهم يطمحون للسلطة مثل ما ربما يفهم بعض الناس اللي رستح ممسكرة او بعض الناس المغرورين هكذا او بعض الناس اللي يلقوا المجال ما كانش فيه معارضة وما كانش فيه سياسيين رمحطين رواح مبلي هما رمح ما اعتقد انا بلي احمد طالب والله رشيد بن يلس والله عليه يا عبد النور وما رمح ميس او للسلطة اللهم الا اذا كان هما ربما رمح مستعدين على لجل بش لعب دور في اطار هكذا مثل مثل مرنا النادي وحنا قال مثلا هو انه يكون فيه مؤتمر هكذا من اجل يعني ايجاد مخرج يعني جماعي للازمة الجزائرية ربما هكذا هما انه يساهم او مثلا في قيادة جماعية او يعني هكذا قال مثلا في اطار شورى والله انت مشاركة هكذا بناء اللي يقدرهم يساهم بالافكار للسلطة او قال مثلا يخرجوا للشارع والله هذي اليسان اللي يفكر فيها رأهم عندوش الراس او قال مثلا رأهم يقال مثلا على بالهم بكين بعض من الناس اللي تشوف فيه انت تسمع له تقول انت هذي الجزائر تحت رجله والله لا رأهم سامعين بيك والله واحد اللي علبل فيه هذي من حيث المبدأ فيه بعض الاشياء هكذا اللي جاوب بها في هذا البيان ما نختلف حولها فقط في هذا المسألة هذي تاع احزاب تاع المعارضة ماذا بينا اذا كان راه واحد من الاخوة اللي رأهم يسمع فينا والله اذا كان راه وسمعنا احمد طلب الله من الناس هذي رأهم مشاركين في البيان مثلا حزب الافافاس قال رح يدير مبادرة وتدخل انتم فيها يهل طرق مثلا حبي تعطي غطاء للنشاط قال ما دمره النظام هذا قمعي وما دمره النظام هذا يمنع في التجمعات ويمنع في المسيرات لربما هذه الاحزاب المعتمدة تقدر هي في هذا الاطار هذا دير تجمعات ولا دير مسيرات ولا دير نشاطات اللي بحيث هو انه يعني الناس تجتمع هكذا في هذا الاطار هكذا ماذا بناء لجل باش توضحوا هذا المسألة ما تخليوهاش هكذا كبرك كما يقول للتأويلات ماذا بناء لجل باش توضحوا هذا القضية حتى باش الناس تكون على بينا من امرهم وانا شخصيا يعني ما رانيش رايح نقف انا ضد الناس اللي كان هدف هكذا تغيير ويكونوا من هذا النوع يعني الناس اللي ما تورطوش في الحقبة هذين تعبو تفليقة ويتحركهما في اطار انا شخصيا اذا كان ما عملتش معهم على الاقل ما نقف ضدهم وما نشط ضدهم ولكن هكذا نشوف يعني من خلال هذه التجربة هذه اللي مرينا بها نشوف باللي لابد هو انه تكون جهة مستقلة هذا الاحزاب يعني ربما هم يكونوا كمشاركين كفاعلين في هذا العمل ولكن هذه المسألة مذبية على جل باش تشرف عليها جهة محايدة ما يتبع للسلطة وما يتبع للأحزاب يعني اذا كان فعلا حبين على جل باش نخرج من هذه الازمة لانه هذه الاحزاب هذه محروقة شعبي الدليل هو ان الناس اصبحت لا تعبئ بالسياسة ولا تعبئ بالسياسيين بالتالي لما تكون فيه جهة مستقلة تابعة للأحزاب ولا الاخر يكون عندها مصداقية خاصة اذا كان هذا الناس يعني يكونوا ما عندهم انتماءات سياسية وايضا ما يكونوش كما نقول متورطين في الفساد وما يكونوش متورطين في هذه الحقبة اما هذا الناس اللي ذكرها مكلة وشرب هذا والله العظيم غير يقدروا يشريعهم والله غير كين المغرايات وكين الناس اللي يقدروا اثروا عليهم وبالاضافة الى انه الشعب الجزائري هكذا في العموم يعني يكره حب يشوف وجوه جديدة حب يشوف طاقات جديدة حب يشوف كفاءة جديدة بالتالي قادر اي مبادرة لما اي مبادرة تزيد تفشل راح تزيد تساهم هي في الاحباط وتزيد تساهم في قتل الامل اذا كان فيها امل يكون بنية للصح اما هذا البيع الاوهام والتسويق على بعض الامور هكذا او قل مثلا تقعد الناس هكذا تقعد ومن بعد تخرج ببيان ومن بعد رح جي ضرب دير الزورة ورقود جي في دار تاعكم نشوف انا باللي لابد هو انه يكون هناك تحرك ميداني وتحرك انتع ميدان لازم يكون الناس يعني في المستوى عارفين اولين المعضلة الجزائرية عارفين الازمة كما ينبغي ويتحركوا من اجل توعية الناس بخطاب موضوعي مش انتع حقد ومش انتع تصفية حسابات خطاب موضوعي خطاب مبني للحكمة ومبني للحجة وفيما بعد تمشي الناس واحدة وحدة هذه باختصار الكلمة انتعي ان اصبتوا من الله وان اخطأتوا من نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم رحمة الله وبركاته شكرا